يا هلا ومرحبا فيكم أعزائي المتابعين في حلقة جديدة معكم أخوكم هاشم العلوي واليوم راح أخذكم في جولة سريعة على موقع أوتار هاي الموقع طبعا هو المشروع اللي أطلقناه مؤخرا هو عبارة عن منصة تحوي على أكثر من 19 ألف ملف موسيقي يقدر صانع المحتوى العربي من خلاله أنه يستخدم المقاطع الموجودة في أعماله اللي هو قاعد يشتغل عليها في أعمال الفيديو أو اليوتيوب وينشرها على هذه المنصات بدون ما يخليك باله أنه راح يواجه أي مشكلة بخصوص اللي هو الكوبي رايت أو حقوق النشر فمن خلال هاي المنصة أنت تقدر تشترك بمبلغ بسيط شهري ويخليك هاي الاشتراك توصل إلى كل هاي الملفات فلما نتكلم إحنا عن 19 ألف مقطوعة إحنا قاعدين نتكلم عن الموسيقى نفسها له الميكس الكامل إضافة إلى الألترنت ميكس أو الميكسات المختلفة حق نفس الموسيقى يعني على سبيل المثل ممكن نحن تعجبنا أغنية بس ما يعجبنا مثلا فيها صوت فوكلز ولا ما يعجبنا فيها صوت إيقاعات فنقدر إحنا من خلال هاي المنصة نشوف الخيارات المختلفة لنفس الأغنية هذه ونزل فقط الفرجن أو النوع اللي يعجبني واللي راح أستخدمها طبعا هاي اللي هو الاندينغ من الصفحة الموقع هو أوتار.io إذا مو حاب حتى تساوي حساب ولا تدخل أي معلومات شخصية ممكن أن أنت تدخل على صفحة اكتشف أوتار وتشوف المنصة شلون صايرة شلون شكلها وتسمع حتى حق الأغاني اللي موجودة ولكن طبعا لأنك مو بمشترك ولا مساوي حساب راح يكون فيه واتر مارك أو صوت يطلع كل شامن ثانية إضافة إلى عدم إمكانياتك أنك أنت تنزل أوتار.io المقطوع نفسها شوفوا يعني حين سمعتوا أنتوا بهالأوديو واتر مارك حتى لأنني أنزل تراك بيقول لي أني لازم أفعل خدمة الاشتراك الشهري فأول شيء لازم تسوي عساس أنك أنت تفاعل الاشتراك هو أنك أنت تضغط على تسجيل دخول وتيهني مكتوب تسجيل مستخدم جديد تضغط على هذه الأوبشن ويوديك حق صفحة شذي تملي فيها البيانات المطلوبة اسم المستخدم والبريد الإلكتروني والجنس والبلد اللي أنت منها وتختار كلمة المرور وتدخلها مرتين وتضيف طبعا هنا أيضا رقم تلفونك وبتقول له صح حق لها موافقة على أحكام الاستخدام وسياسات الخصوصية وبتقول له تسجيل وراح يطرش لك إيميل يتأكد أنه أنت هاي بالفعل إيميل لدخلت إيميل صحيح تضغط على الرابط الموجود في الإيميل عساس أنه يوديك هاي الصفحة وأول ما يوديك على هاي الصفحة بتقوم بإدخال اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني اللي أنت استخدمته وقت التسجيل إضافة إلى كلمة المرور فأنا حين راح أدخل الإيميل المالي والباسورد قام أدخلني أحين في الموقع عقب اختيارك لطريقة الدفع والباكيج اللي أنت راح تشترك فيه راح يصير على طول تفعيل حق الحساب وأول ما يتفعل الحساب بيرجعك مرة ثانية على هذه الصفحة بكل بساطة أنا شنو ممكن أسوي أول شيء أني أقدر أشوف شنو المقاطع تحت قسم أكتشف معنا هاي المقاطع المنصة هي اللي تختارها لي هاي عارتها ما تكون بشكل يعني عشوائي في كم مرة بيكون بشكل عشوائي إلى أن أنا أبتدي أسمع أغاني وأخلي أغاني مثلا أنه يتعجبني السيستم نفسه راح يغير هاي الاختيار العشوائي إلى خيارات مشابهة للأشياء اللي أنا قاعد أسمعها فهاي الصفحة طبعا راح تتغير مع كثرة استخدامي للمنصة أول طريقة ممكن أنك تتسويها أنك طبعا مجرد أنك تسمع الأغاني اللي موجودة هنا تضغط عليها وراح يشغل لك المقطوعة كاملة إذا عجبتك الغنية تضغط على اللي هو صورة القلب هنا بس خنقول مثلا هاي المقطوعة هي عجبتني بس مو عاجبني فيها آلة معينة شون أقدر أساوي أقدر أضغط على السهم اللي هنا وراح يراويني كل الخيارات الموجودة حق هذه الأغنية في لهوة no percussion لهو بدون إقاعات no bills بدون صوت الجرس بس القيتارات مثلا حين إذا سمعتها مثلا مثل ما هي حين هاي الميكس هو الميكس الكامل بس إذا اخترت مثلا guitars only راح أشغل لي نوع الأغنية اللي بس في قيتارات في عندنا هني في هاي القسم هين قسم الأنواع مجموعات مختارة مسبقا على طريقة playlist يعني عندنا مثلا موسيقى موسيقى السرخاء أو موسيقى اللي هي chill هاي لها أورادي لست بروحة ممكن أنا أي واسمعها هاي كلها تركات من نفس هالنوع إذا شفنا مثلا أشياء ثانية عندك مثلا موسيقى أوركسترالية كل الموسيقى اللي هي فيها نوع من الأوركسترال موسيقى موسيقى إذا بغيت تشوف كل الإصدارات الجديدة اللي موجودة على المنصة والمنصة طبعا تنزل تركات جديدة بشكل أسبوعي تقريبا إذا حابين تشوفون شنو هاي الإصدارات بتضغطون على هاي الإصدارات الجديدة وراح يطلع لي كل أحدث للإصدارات الموجودة ولكن هاي الليستة ممكن هي تكون لستة كبيرة في كده طريقة نقدر نسوي فلتر ممكن نحن نختار بحسب النوع شنو النوع الموسيقى اللي أنا أبيها حسب المزاج أو اللي هو المود شنو نوعها ممكن يكون مثلا عاطفي ممكنه يكون مرح وطني كل هادلين مودز مختلفة أو حتى عن طريق الآلات ممكن أنا مثلا أبي موسيقى بس فيها مثلا طبول ولا كمان أو فيلين أو آلات وتارية أو هارب أوكي ممكن أن أنا أختار بس الآلات اللي ممكن تكون موجودة في هاي الغنية قولوا مثلا أنا قاعد أشتغل على كذا مشروع قاعد أشتغل على فيديو مثلا دعاية وقاعد أشتغل على مثلا فيديو يوتيوب أبصدني في هالتراكات بطريقة سهلة أقدر بني أرجع لها بعدين وأشوف شنو هي وأقدر أسول لها داونلود فممكن أنا شنو أسوي ممكن أنا نقول مثلا هالتراك عاجبني رح نضغط على أضيف إلى مفضلة إذا عندي أورلي قائمة مسجلة من قبل ممكن أنا أختارها تشذي إذا لا أضغط على البلس وعطيها اسم سميها مثلا إعلانات نقول لها نعم ضاف لي إياها حين في قائمة الإعلانات يعني إذا بروح بعدين هنا في الاستفوق أروح حق المكتبة بلاقي إنه هنا عندي الإعلانات وحين أبتدي مثلا أضيف التراكات هذه إلى نفس القائمة اللي أسويتها يعني نقول مثلا عجبنا بعدين هالتراك أقول لها أضيفها لمفضلة ضغط هنا ونقول لها نضيفها إلى إعلانات أقول لها نعم ضاف لي إياها فأنا حين شنو أقدر أسوي أقدر أروح واختار التراكات اللي أنا أبيها وحطها في اللستة هذه أختار مثلا كذا واحدة حين خنقول مثلا ضفنا مجموعة شون نشوفهم نروح حق عدالات الحساب أول مكتبة واحد من الاثنين موجودين بنحق قوائم التشغيل هنا وبنلاقي إعلانات فيها هالتراكات خنقول مثلا أن هالتراك راح أستخدمها في مقطع معين في قسم الملاحظة هنا أقدر أن أقول مثلا الاستخدام استخدام ديما مثلا أوكي هاي مثلا يعني حط الملاحظة اللي احنا بيها شذي أحين هو ضاف لي هاي الملاحظات عند كل واحد من هالتراكات وإذا أنا مثلا بغيت هالتراك بس ما أبي كل اللي هو المكس كامل ما بي المكس الكامل اللي موجودة هني شنو أقدر أساوي أقدر أيحق هاي الايكون أضغط عليها بيقول لي هني شنو الأنواع المختلفة اللي أنت تتبيها فأقول مثلا بنضغط على Percussions Only اللي هي بس إيقاعات ونقول له Download Download عندنا حين two options صار الOption اللي هو النسخة الكاملة اللي هو المكس الكامل أو المقطع اللي أنا حين حددته اللي هو الPercussions Only فهذه يا شباب اليوم أول حلقة لنا نتعرف فيها على المنصة إن شاء الله كان الفيديو سريع واستفدتوا مننا طبعا إذا عندكم أي استفسارات أو أي سئلة اكتبوا ليها تحت في التعليقات واجربوا هاي المنصة يعني حاولوا أنك بس تدخل على الموقع تسوي براوزن تصفح الموقع كامل تشوف اسمع الأغاني الموجودة يمكن يكون في التركات اللي تسمعها شيء ممكن أنك تستفيد منه أو تستخدمه في عملك القادم وهذه الحلقة راح تكون الأولى من مجموعة حلقات راح نشوف فيها الخواص المختلفة في الموقع نفسه ونتعرف من خلالها على كل الخدمات اللي يقدمها هاي الموقع حق صانع المحتوى العربي في النهاية اتمنى لكم دوام الصحة والسعادة واشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة موسيقى